السلام عليكم حبيباتي نتمنى كامل تكونوا بخير معكم الأخت كلمة ولادي أول مرة تزوروا القناة أدعوكم نشترك في قناة والضغط على زر الجرس نجد اليوميا إن شاء الله إذن اليوم نحن نخل ركن جديد في القناة وعلى شلالة دائما نطلبوا مني التجديد من الجولات الروتينات وكذلك الوصفات واليوم حبيت نحكي لكم حكاية قصة مؤثرة بتاع واحد الأخت تصلت بي توصلت معايا في الخاص الأخت هذه سامية من لغوات حبيت تحكي حكاية خدها المتوفت ربي يرحمها ويجعلها من أهل الجنة إذن تبدأ حكاية خدها نوال اللي في عمرها يعني توفت في عمرها 25 سنة واللي تزوجت في عمرها 17 سنة يعني كانت في سن الظهر تحكي ودموع ما عبسوش من عينها ربي يكون معها إن شاء الله اللي فقدت خدها الصغيرة إذن نوال كانت عيشة إنسانة بشوشة تضحك كما قولوا حنينا بزاف وقالوا لك كانت عندها العقل وهي صغيرة كانت ترزينا كانت كما قولوا تتحمل مسؤوليات التحام قال لك زوجت في عمرها 17 نعم خطبوها صغيرة كما جابتش شهادة التعليم الأساسي اللي هو البوام قاعدت في الدار ما خلوهاش تدرس نها كما كامل معظم الجزائين خاصة اللي عايشين في البدو في البادية بعد خطبتها الأخت زوجت تحام يعني شافتها طلقت معاها في حمام ومن بعد خطبتها كي خطبتها يعني رحت شافتها هي والولدة التحام عجبتها من طفلة قال لك بس كنت طفلة كانت بزاف شابة ربي يرحمها إن شاء الله كي خطبوها جابوها عروسها خلاص زوجت من بعد بعد ما فاتوا سمانتين تاع العرس بدوا المشاكل يتهطلوا عليها بدلا ما بدوا المشاكل كما نقولوا تروح لعند الولدة التحام تحكي لها كانت الولدة التحام تقول لها يا بنتي الصبري ما دام تزوجتي ما تقدريش تعود تولي دار باباك وما تقدريش كي ما نقولوا نتفعلوا المشاكل الصبري وربي يبدل ساعة بساعة نوال مسكينة نوال مسكينة ربي يرحمها كانت صابرة وتلم في قلبها من بعد بدول مشاكل يعني الزوج تحا بين قوسين في سامامو يعني كي ما تقولوا يمه يدير كان كي ما نقولوا يمه مسيطرة عليه يعني يسمع لي يمه بزاف وكان دائما تفعل مشاكل مع نوال ربي يرحمها من بعد كي بدول المشاكل يقوى وتعصح نوال فت عليها عام الأول وما جابتش دراري وزا تفت عليها العام الثاني ما جابتش دراري وزوج تحا على كل حال جرى بها ما خلت حتى طبها ما راح تلومش ما خلت حتى كي ما نقولوا ما عندهم طالب ما راح ولوش عند راقي ما راح ولوش يعني جرات حتى كي ما نقولوا صيفتها تبدلت قالوا قالوا كانت شابة كانت فحشوشة كانت مفعمة بالحيوية قال لك حتى اللون تعوجها تبدل ما من الصميم تعوجها بديبان عليها الكبر من كثرة الغبن اللي كانت فيه وكثرة الصار والتخمام والقهر اللي كانت عايشاته ما بالصح كان كي ما نقولوا واحد ما كان على باله الحكاية علاش نوال طولت وما جابت شدرية المهم واحد النهار قال لك يمه قعدة في الصالون عاي تطلو قتلو وروح راح لها قتلو ياوليدي دبراسك ذو كل المرأة هذي اللي جبتها بين قاو سنية تسمع من البيت التحى الحقرة هذي اللي ما جابت شدرية ذوك دبراسك ياوليدي يتعاو تتزوج عليها يطلقها ونجيب لك لالاتها وتعمر لك الدار على كل حال كانت زادت تعليها في الكلام المعاييرات راكوا تعرفوا لحجايز كي تجهلوا كيفاش يديروا تسمعوا منهم ما لا يرضيكم وكانت هذي الوستاري قبل ما نرجع لنكمل الحكاية يعني باش نقول لكم ردة الفعل تعبراهيم كيفاش كانت بسكو زوج تحا واسمه براهيم قلت لك لوستها هذي كان ديما تدير لها المشاكل كانت ديما كيف ما قولوا كانت نوال الله يرحمها كانت خداما ضربة ضربة هي حتى حبستها من خدمة بسكو قال لك راح تخدم فلاتوري بالصح ما طولتش قلت لك بسكو مدخل تعزوج تحا كي كانت تجري عند الريايت وما كانتش تلحق يعني كانت صرف بملها الشخصي المهم قلت لك مام كانت مام دارهم حرمتها يعني ما طروحش اخدو تزوج تحا هذه مزوجة وبوليداتها في دارها بس حمنهار تزوج اخوها هي كل يوم في دارهم ترفض ولادها وتروح تكيل المصبح تلعشية وتفعل لها المشاكل للنوال لحقد خطرة وين رفضت يدها وواحد مهضر والسبب كان غير على جل حلوة تع العيد كانت توجد فيها نوال توجد حلوية تع العيد ومن بعد كانت توجد حلوية تع العيد يعني خباتها لكن كي خباتها ما خبتها شوش مبرات تحاول يعني خبتها في الكوزين فيما كان كيما نقولون ما يلحقوش له دراريتو باش كيما نقولون يقعد باش تقابل به الضياف ومن بعد لوستها يعني خدت الزوج تحا فعلت لها مشكل كبير وين الحق نوال راح تغضبط اكتر من الشهر في بيت بابها ومن بعد كان بيت بابها كانت هي تاني عندها ضغوطات كان الولد تحا مثق لها بزاف ويحوز كيفاش ترجع لدارها كان يقول لها انا ما زوجتك شباش تجي تقعد عندي ازمت وللدارك وكانت الولد تحا ديما تنصح وتقول لها وللدارك يعني ثقلوها في دارهم عودت رجعت نوال لدارهم وبعد ما كلت طريحها من يد اخت الزوج تحا يعني دائما كانت دي لها مشكل كرهت لها حياتها وكانت تمنى باش تطلق وكي قالت لأم البراهيم تطلق مرتك نوال لا يرحمها سمعت وبعد خدت الزوج تحا كانت تقول ايه طلق ها وننعا ونخويا ونمدلو سنسلة تاعي يبيحاول لا يتزوج بها وكي ما كان الحل رفض رحوا براهيم وراح لعند نوال قال لها شوفي قالها أنا صبرت معاك بزاف وراك كي ما نقولو ركي فتي القانون اللي وصبرت معاك وكنت نديك وجريت بك يعني كل حال واجرة كان يديها بصح بمالها الشخصي نوال ما قالت والو ما كانت عندها حتى ردت فعل ما بكات ما والو قاعدت تسمع فيه وساكتا بعد هكذا كوحد سويعة خرجت رحت قاعدت في الصالون قدام حدا عجوستها وقدام لوستها لوستها قدت لكم كنت نستن فيها تبكي يخرجوا عينها حمورة تخرج تشهاق بالبكة لكن ما كانت حتى ردت فعل من طرف نوال ربي رحمها كانت سكتا وما قالت حتى كلمة وهو ما قاعدين يستنوا فيها باش تهضر وما كانوا حابين هما يهضروا لكن نوال كما نقول وقعدها غير غايصة سكتا ما كانت عندها حتى ردت فعل وكما كان الحل دمها سكتت وما قالت والو عجزتها غير ناقت ناول عودة رجعت للبيت تح بعد ما قاعدت أكتر من ساعة معهم ما هضروا معها ما هضرت معهم قاعدروا يتخزروا غير بالعينين كي ناقت جاء براهم عودة رجع مع العشية وقاعدت معهم قتل قتل ما قالت والو هو قالها نتني ما قالت لي والو هو قالها ما دام كي ما قول سكتت وما كانت عندها ريكسيون ما هضرت ما بك ما والو ما عندها ما نقدر ندير والو ما راني موافقة قال لها خطب إلي أقرب وقت ممكن ماد وكي ما كان الحل الأم بدأت تحوص واخت بدأت تحوص ومشوا القاولوا وحدها وخطبوها نار الفتحة تع إبراهيم على كل حال نوال كانت حكت لخدها لكن قتلها ما تحكيش لأهل تعالي بلهم باللي يكون عندهم رد تفعل وهي تاني ما قالت ش لخدها وش ره يتخمم كانت غير سكتة وليس أكي كانت تقص ياخدها تقول لها وانت يضوك وش ركي نوية دهري هي غير سكتة ما لقات حل ما لقات منين منين تخرج تجيب ما خرج من هاد الحصلة اللي راي فيها نهار الفتحة تع إبراهيم نرط المخلوق نرط باش تصلي الفجر وجغ مم يعني تع الفتحة نهار الفتحة مبعد تكن تصلي الفجر صلت عادي في السوجود قاعدة ساجدها طولت في السوجود لوستها هذية قاعدة غير الدور رحت الكوزينة عودة توليها تلقها قاعدتها ساجدها مزا ما ناضج رحت لشمرة تح عودة توليها تلقها مزا ما ناضج من السوجود كي طلوا عليها لقاوها باللي المخلوقة يبسط في بلاستها ماتت بالقنطة ربي يرحمها ويوسع عليها وهنا ما خلصتش الحكاية مزال براهم تزوج وجاب العروسة الجديدة فات العام اللول وفات العام الثاني وفات العام الثالث الزوج تاعه ما رفدتش يعني ما ما حملتش لم تحمل يعني ممهية طولت وما جابتش الدراري من بعد ابراهيم ما راح هو ومرته ودهى لطبيب لقى الزوجة تاعه لباس عليها ما بيها ولو وتقدر تدير الولاد والمشكل والمشكل كان في ابراهيم يعني ابراهيم عقيم وما يجي بش دراري هنا كانت الصدمة والسائقة الوالدة تاعه كي سمعت ندمت بزاف والأخت ندمت بزاف وراحوا طلبوا سماح من دار المخلوقة تاعنا والربي رحمها اللي كانت ضحية من ضحايا تنمر لمعظم النساء راهي تعيش وهنا الحكاية ترجع باللي للأخت نوال ربي رحمها كانت على بالها باللي الزوج تحا عقيم وما يجي بش الولاد لكن قلت أنا نصبر معه وما حبتش تقوله ما حبتش كيما قلو تبين له ولا يحس بالبسكورة الزوج تحا كان بزاف صعيب ما حبتش تخليه يحس بهذاك الإحساس انه إنسان ناقص وما هوش كامل وما ما حبتش كيما قولو تفضحه في وسط العيلة ديالو كانت بتفاميليا وكانت نعمل مرأة ونعمل زوجة صبرت وإن شاء الله كان هاري في الجنة وهنا تكون العبرة والعبرة انتو اللي تحطو في التعليقات وش من هي العبرة اللي استنتجتوها من هاد الحكاية تاع الأخت ناوال ربي يرحمها ولأعجبكم هاد النوع من الفيديوهات ما عليكم هيدخلوا لي في التعليقات تلقوا في حكاية واحد أخرى حكاية من الجاية من عند الأخت صمرة لعندها حكاية تاني شيقة لكن بدأت بحكاية الأخت ناوال تلبية لطلب شاقيقة تحارب يرحمها ويوسع عليها ناوال اللي كانت مثال من بين كثير من النساء الشرقيات بين قاوسين ومن بعد نقول للجزيريات لأنه حتى في المشرق العربي رامت صرا الكوارث إذا نعجبكم هذا الفيديو ما تبخوا شعين بجام بارتجوا الفيديو شاركوا بين أصدقاء بتاعكم باش تكون عندهم العبرة وتكون كما قولوا لأنه يقول لك سقصي مجرب وما تسقصيش طبيبا إلى ملتقاد ومتم في رعاية لي وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام اشتركوا في القناة